ترجعنا لكم مرة تانية وزي ما قلت في البداية حلقتنا النهاردة دمها خفيف حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن نوع من أنواع الكتابات المحبوبة جداً لقلوه كل المصريين عند كتير من القراء وعلى قد ما هو ممكن أن يكون الموضوع يبان بسيط لكن هو في حقيقة الأمر عميق جداً وحساس جداً وتأثيره بيبقى قوي جداً هنتكلم النهاردة عن الكتابة الساخرة أو الأدب الساخر مع الكاتب الصحفي اللي منورنا النهاردة في الستوديو الأستاذ أحمد عباس أهلاً بحضرتك أستاذ أحمد أهلاً بيك يوم سائل خير عليك يوم سائل خير على كل مشاهدين يحكى أنه متشكر على الإصدافة طبعاً ومتشكر على العنوان المهم اللي أنت تكلمتي عنه مرسيل حضرتك ومرسيل وجودك معنا وزي ما كنت بقول في البداية هو السهل الممتنع خفة الدم مع المصريين ما هيش سهلة خالص في الكتابة في التمثيل في أي نوع من أنواع الفنون الحقيقة أنه الأدب الساخر بيعتبر نوع من أهم أنواع الأدب والكتابة الساخرة بشكل عام بتعتبر نوع من أهم أنواع الكتابات كلمني شوية عن الأدب الساخر من وجهة نظر حضرتك الكلام عن الأدب الساخر بنفس صعوب التنفيذ الأدب الساخر يعني زي ما تكلمتي بقولتي أنه الأدب الساخر صنعة صعبة جداً أنك بتدحكي أو متخيلاً أنك تقدر يدحكي 100 مليون دم خفيف يعني البلد دي الحقيقة الصعب اللي بيصعب فيها مسألة الكتابة الساخرة أن أنت بتكلمي 100 مليون عقل دمه خفيف وفطرته ظريفة ومارس خفة الدم جاي بيها من بداية عنده حاجات مترسخة عنده فنان راسخ وعنده كاتب راسخ وعنده شاعر راسخ كل دول قدموله فنون متعددة جداً بقالها سنين طويلة من الكتابة الساخرة ومن الأدب الساخر ومن الفن الساخر ومن التمثيل الساخر ففكرة أنك النهاردة تحاولي دحكي هذا الشخص الذي أصبح ساخر بطبعه دي مسؤولية كبيرة جداً صحيح بتحط على عاطقك بقى أو على عاطق الكاتب مسؤولية كبيرة جداً أن أنت إزاي تقدري تضحكي هذا الإنسان الساخر اللي هو بيصخر من نفسه وبيصخر من الواقع بتاعه وبيصخر من صديقه وبيصخر من أخه وبيصخر من ابنه وبيصخر من بنته وهكذا بيصخر من كل أوضاعه الحقيقة وبيلاقي فيها النقطة وبيعرف يضحك عليها بمنتخفة الدم بس هي الفكرة بقى في إيه؟ الفكرة أنك تقدري تضحكي هذا الشخص من غير ما تتنمري عليه ومن غير ما تقدمي له تقليل ومن غير ما تقدمي له استهانة ومن غير ما تقدمي له أي حاجة تجتزق من ثقافته الساخرة أصلاً اللي هي أنا بعتبرها ثقافة كاملة من السخرين وده الرقي في خفة الدم إن هي شعرة بسيطة قوي ما بين خفة الدم والتنمر خفة الدم والتريقة اللي بنسميها بالشعب كده أو بالبلد إن إحنا نكون بين التريقة الكاتب الساخر لازم يكون دمه خفيف؟ يمكن لازم يكون دمه خفيف لازم يكون دمه خفيف ولازم يكون بيشوف كويس يعني بس مش بالضرورة إنه الكاتب الساخر يكون طول الوقت هو قاعد يقول مقت أو مش شخص مهزار بطبيعته وغالباً غالباً بيكون شخص متزمد جداً وشخص يعني إذا التقتيه بيكون عنده شخصية حزمة جداً وحزمة جداً وبتاعه حاجات كده لكن هو حتى لما بيختالي لذاته وبينه بالنفسه بيبقى هو عارف إنه هو يعني بيدحك هو عارف يدحك هو عارف يفكر فكرة ساخرة فهو بشكل ما لازم تكون متوفرة عنده فكرة خفة الدم إنما مش بطبيعته هو رجل مهزار يعني ويميل للحاجات دي لأنه كمان الأصل في الكتابة الساخرة إذا اعتقدنا إن هي الفكرة وده اعتقادي أنا الشخصي إن هي الفكرة محدش بيقدر يفكر فكرة ساخرة ليها جزور تقدر تدحكك وليها تقصيل وليها تحليل بعد كده ما هي الفكرة كلها أنا هدحكك إزاي وأنا بقدم لك فكرة وبديكي معلومة وبقدم لك طريقة نقاش للعقل بناقش عقلك فيها كل ده وبعدين ده حككك في الآخر ما هي دي حكاية دي حكاية صعبة جدا 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 خاصة لما نكون بنتكلم عن نص نسري قصير يعني ما بنتكلمش عن دراما يعني الدراما مثلا أنت تقدر الفنان أو الممثل أو القائم على تنفيذ العمل الدرامي يقدر عنده أدوات كتير يقدر يدحك بيها بما لمحوا بطريقته وباستقباله في صورة في الآخر في صورة الصورة دي بتعبر بقى عن حاجة كتيرة جدا هو مش شايف حاجة خالص هو مش شايف غير الكلام والكتابة بطبيعتها فاعل يعني لا يبعث على لضحك طبيعته كويس يعني هي دايما نحن متعودين أن الناس جاد أن الناس يبني نتكلم في سياسة في اقتصاد في رياضة وكل الحاجات اللي بتقابلنا في حياتنا العادية إنما فكرة أن أنا أدحكه في لقطة صغيرة دي مسألة صعبة أعتقد أنها تتطلب من الكاتب أنه يكون عنده مفردات كتيرة جدا لأنه دايما لازم يكون عنده بديل لازم يكون عنده مفردات لازم يكون عنده فكرة لازم يكون عنده احترام للقارئ اللي هيقراه صحيح الدحكة بتتغير بتغير الزمن يعني اللي كان بيدحكني من عشر سنين ممكن ما يبقاش هو اللي بيدحكني دلوقتي ولا خفة الدم هي خفة الدم والدحكة هي الدحكة والإفه هو الإفه والطريقة في خفة الدم أو في إلقاء الكلمة اللي اتدحك أو الجملة اللي اتدحك واحدة خفة الدم واحدة طبعاً ما فيش كلام إنما القفي بيتغير بتغير الزمن يعني لما أكون أنا النهاردة بكتب عن بأسخر من حاجة موجودة فعلياً وبعدين بعد شوية الحاجة دي ما تصبحش موجودة فاللي بيقرأ مش هيبقى فاهم إنه ده وضع كان موجود وتغير فممكن ما يوصلوش القفي لكن في النهاية هيبقى واصله إنه ده نص سخر وده 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 لطف النص السخر إنه هو حتى لو ما سبب ليش الدحكة هعملي ابتسامة هبقى عارف من اللي أنا بقرأه إنه فيه هنا حاجة سخيرة بتصخر من وضع قائم إنما أنا لإني مش عايش الوضع اللي حاصل ده أو اللي كان حاصل فمش قادر أقفش الحكاية وإنما خفت الدم طبعاً واحد الدحك بيتطور طبعاً الدحك بيتطور لكن خليني أقولك إنه فيه حاجات بتحصل لنا وبنمارسها وبنفضل نمارسها يعني مين مثلاً في أول يوم العيد ما بيتفرجش على سكة على بناتك ويتفرج على العيال الكبرت ويتحك بنفس ورأي وسكينة طبعاً ويتحك بنفس الطريقة يعني أنا بعتقد إنه أساد زكبار زي الأستاذ فقد المهندس والأستاذ سعيد صالح وسوهر البابلي الله يرحمها لا دي حاجات دي ناس كانت قادرة على الإضحاق في أي وقت طبعاً وده فعلي صعب جداً طبعاً الطبعاً التحديات اللي بتواجهك ككاتب في الأدب الساخر تحديداً أو في كتابة السخيرة بشكل عام التحديات اللي ممكن تكون بتواجهك أو بتواجه أي كاتب في هذا نوع من الأدب الفكرة الفكرة يعني أنا بعتقد إنه إذا أحسنتي التقاط الفكرة وخدت منك شوية وقت في دماغك تشتغلي عليها لأن أنا في النهاية مش وظيفة الكاتب إنه بيقول نكت لازم يكون عنده فكرة عايز يوصلها في النهاية أنا بعتقد إنه الفكرة هي الأصل في الكتابة السخيرة زي ما هي الأصل في حاجات كتير طبعاً لما الكتابة السخيرة كمان شأن صعب الفكرة موضوع مهم إزاي أشتغل عليها إزاي ألقلها بعد كده امتداد أنا برضو في الآخر مش عايز أقول للقارئ نكتة يضحك عليها وتختفي الحكاية ما تبقاش ومضى كده لأ أنا بدي له فكرة عن حاجة وعايز أعلمه حاجة وعايز أسترعي انتباه ونحية حاجة معينة وأنا بعتقد إن دي كلها حاجات صعبة جداً دي الأدوات طبعاً دي الأدوات إضافة للغة اللغة مهمة جداً أنا بعتقد إنه الكاتب الساخر مطلوب منه موأمة لغوية صعبة يعني مطلوب منه يكون شخص مرن جداً في اللغة لأنه أحياناً هيلجأ لمفردة عمية وأحياناً هيلجأ لمفردة مجهولة وأحياناً مهجورة وأحياناً من ابتداعه هو الشخصي فأنا بعتقد إنه لازم يكون عنده مرونة مع اللغة إذا ما كانتش عنده هذا القدر من المرونة أعتقد إنه بيفقد جزء مهم جداً جداً من توصيل الأدب الساخر كنت بتقدم جرعة لطيفة جداً في مقالة خفيفة لطيفة للقارئ فارفش فارفش في أخبار اليوم صحيح في الأخبار صحيح كنت تكون حريص إنك دايماً تكون بتقدم جرعة خفيفة لطيفة مفيدة في نفس الوقت مش مبتزلة مش ملهاش معنى مش ما بتقولش حاجة الحقيقة إن دي من التجارب المهنية اللي عدت عليها في حياتي أسعدتني أنا بشكل شخصي وكانت بتخلق حالة يعني إحنا الصفحة دي كانت بتصدر من 2012 من 2022 آسف من 22 ل23 والحقيقة إن هي كان بيشتغل عليها فريق كبير من الرسامين ومصاممين الجرافيك ومنتجين المحتوى الحقيقة الصفحة دي كانت بتتقفل كل يوم أربع إحنا كنا بنعيش حالة ساخرة للغاية وإحنا عمالين نناقش عن حط صورة إيه فين ونرسم الصفحة إزاي ونكتب إيه هنا ونفكر إزاي في الحكاية التجربة أضفتلي كتير جداً لكن أنا الحقيقة رغم صعوبة التجربة أنا عندي ثقل وعندي أنا في حاجة مسنود عليها أنا مسنود على الأخبار اللي هي طلعت جليل البنداري اللي هي طلعت الأستاذ أحمد رجب اللي هي طلعت الأستاذ مصطفى حسين عندي حاجات أقدر أتسند عليها وأرجع لها وفكر الناس دي كانت بتدحك إزاي من غير ما ترتبط بزمن ومن غير ما ترتبط بسقف كمان وكان عندي يعني كأنه مراجع يعني أنا أقرأ شغل الأستاذة كأني بحضر لرسالة ماجستير ودكتورة أعطق ناكت بهذه الأمامة بالنسبة لي لأنك برضو نرجع تاني للأول خالص أنت هتدحكي واحد دمه خفيف فده مش هيتحكي سهولة ده مش سهل خالص مارسنا يعني حاجات طويلة جدا يعني أعداد طويلة جدا مارسنا خلالها العمل ده وكانت قلت في حاجة فيها أن هي كانت طول الوقت مربوطة مع الأحداث اللي جارية يعني أنا فاكر أنه إحنا أصدرنا أعداد كانت بتناقش قضايا مهمة جدا جدا ومنها كان قضايا سياسية ومنها كان قضايا اقتصادية والحقيقة أنه خليني أشيت بس بالسقف اللي بتحطه الكتابة الساخرة لنفسها يعني أحيانا أنت تقدري تتحفظي على نص وتقولي لا ده يعني مبالغ فيه شوية وبتاعه وحاجات إنما النص الساخر هو ملوش مالكه هو نص معجون كده على بعضه وما تعرفيش تقولي طب ده سقف إيه طب ده يجوز أو ما يجوز طب ده تتلخبطي شوية مع النص الساخر ودي مرونته وصعوبته فرفش كده كانت من التجارب الجميلة الحقيقة في الأخبار وكانت امتداد لشغل أسادزة كبار وأنا ساعدت جدا جدا أنه أنا يعني أتيحت لي الفرصة في الأخبار اللي هي الحقيقة بيتي أنه أنفذ فيها حاجة شبه كده وكان عمل جماعي الحقيقة شديد لزازة جميل وكان مربوط بالكاريكاتور وعايز أسألك كمان أنه هل فكرة فن الكاريكاتور بشكل عام هل هي مرتبطة بالأدب الساخر هل هي مرتبطة بالكتابة السخرة يعني كل كتابة دمها خفيف لازم يقع معها صورة حلوة تضحك ولا ممكن نضحك من غير الصورة احنا نقدر نعمل أي حاجة بأي شكل ممكن نحط الصورة من غير كلام والضحك طبعا ده كده كده كان بيحصل في نجوم ويعني فنانين كبار جدا عرفوا ينجحوا يعني أماكن كتيرة جدا ومؤسسات كتيرة جدا بس برسومتهم اللي دمها خفيفة انت شطرة وامتابعة خليني أقولك يعني نقدر نحط الكلام من غير ما نحط صورة وندحك إنما الاتنين بيعملوا حاجة مختلفة بيخلقوا عندك حالة من البهجة الألوان بتخلق بهجة لو بنتكلم عن المطبوع يعني عن الجرائد المطبوع الألوان بتعمل بهجة الشكل الرسمي بيعمل بهجة فهو بيعدك نفسيا مبدئيا قبل ما تقري لبهجة ايو بعدين يخلق عندك بقى حالة الابتسامة مع النص والأصل من الاتنين واحد يعني أنا بعتقد أن الكتابة السخيرة هي فن الكاريكاتير بالنسبة للكاتب يعني إذا كان الرسام بيقدر يطلع رسمة ساخرة هي بالضبط نفس الحكاية بالنسبة للكاتب الكاتب كمان بيقدر يطلع نص ساخر من الكتابة اللي اتنين يكملوا بعد اللي اتنين يدوا لبعض كسافة أكبر كسافة اه يدوا لبعض كسافة ويدوا لبعض قيمة تقل بالضبط يتقلوا الموضوع يعني خلينا نقول مثلا أنه رسمة الأستاذ مصطفى حسين اللي كانت لمدة سنين طوال مقتننة بفكرة الأستاذ أحمد رجب والنص اللي كان بيكتبه خلقت عندنا شخصيات احنا لحد اللحظة دي بنفتكرها بنفتكر عباس العرسة وبنفتكر الكحيت وبنفتكر عزيز بيل القليت ودي كلها بسبب الرسمة والكتابة اللي اتنين عملوا مع بعض حال التكامل لما بيكونوا مع بعض طبعا بيضيفوا إنما نقدر ندحك بالكتابة بس نقدر طبعا إنما أعتقد إن الكاريكاتير كمان بيضيف حالة من الاستعداد للبهجة بشكل شخصي كنت بتقرأ المين من كتاب الأدب الساخر؟ بشكل شخصي أنا أمين لأي نص ساخر لأي حد إنما طبعا كان عندي الأستاذ يوسف السباعي أنا بعتقد إنه ده من رغم إنه راجل كان شخص صارم جدا وابن بيئة دبلوماسية وعسكرية وغيره لكن أعتقد إنه هو من الكتاب القلائل اللي قدروا يعرفوا ويرسموا بسمة نعمة ولطيفة من غير أي مبلغة ومن غير تكالب على القارئ يمكن ده كمان بيبدو في فيلم مثلا العظيم في قدر مهندس بما إننا ذكرنا أرض النفاق أعتقد إنه لولا قصة الأستاذ يوسف السباعي ما كناش هنشوف العمل ده تبتكر السوشل ميديا أصار التأثير سلبي ولا إيجابي على الكتابة السخرة أو على الأدب السخر بشكل عام خاصة وإنه دلوقتي بقى ما فيش سقف قوي في السوشل ميديا يعني حضرتك ككاتب بتتبع مؤسسة معينة عندك الليمتس عندك حدود عندك احترامة للقارئ ما تقدرش يتعدي حدودك النهاردة السوشل ميديا إحنا ممكن نبتزل فيها أكتر ممكن نشوف فيها اللا حدود صحيح لمجرد إننا دحك صحيح ده نفسك إزاي ده تعبك إزاي ده زودك ده نقصك ده أثر عليك إزاي يعني خليني خليني بس أنا يعني أكون كده ويمكن هبدو ظلم شوية أنا بشوف إن سوشل ميديا أول من أرهقت هو الكاتب نفسه يعني الكاتب اللي بيسح الصبح كل يوم هو عنده قناعة إنه فيه 40-50 مليون مصري على الأقل اللي هيشوفوه النهاردة حتى لو ما عملولوش لايك فهو عايز ينتج لهم نص ويدحكهم والحكاية ما بتمشيش كده فأنا بعتقد إن السوشل ميديا قضت على مشروع الكاتب الساخر هي قضت عليه لأنه كل الناس قررت إنها تكون دمها خفيف وإنها تضحك الناس والحكاية ما بتمشيش كده أبدا لأنه الكتابة الساخرة بتفرد على منتجها أصف نهاية الكتابة محتوى فمنتج المحتوى الساخر ده لازم يكون عبر على حاجات كتير جدا جدا على تجارب حياتية وعلى أفكار وعلى رؤى وعلى نظريات وعلى حاجات كتير جدا طبعا ففي النهاية عنده مخزون كيف عنده مخزون عشان يقدر يدي الناس دي عشان هو يبدأ ينتج بالضبط يعني الصحفي اللي يقرر النهاردة يكتب كتابة ساخرة ده لازم يكون يشتغل سياسة واقتصاد وفن ورياضة وأحزاب ووزرات وجهات دولة وغطى كل الكلام ده ويكون سافر ويكون جرب ويكون اتبهدر ده غير أنه هو مخزونه الشخصي بقى غير صار في نظر عن مخزونه العمل مخزونه الشخصي بقى هو كباني آدم بيقعد فينه وبيشوف مين وبيتكلم مع مين ومين الشخصيات اللي في حياته ومين اللي لما بيجرب بيقول إفه بيتحك فما بيتحكش فلو ما تحكش فمش هيقوله طبعا مخزونه هو الشخص طبعا ما فيش كلام اللي بقى بيتكون من خلال حاجات كتير جد أكيد علشان يقدر في النهاية ينتج محتوى أكيد يعني خلينا بقى باللي احنا قلناه ده نقارن بين المنتج ده ونقارن بين المنتج ده يعني أنا هسيبلك المقارنة إنما أنا شايف أنه السوشي الميديا زي ما ساعدت ناس كتير جدا جدا زي ما أضرت بمشروع كاتب كان ممكن يكون ساخر وكان ممكن ينتج محتوى جيد أكيد أكيد ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه منورنا الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد عباس وبنكمل معاه كلامنا عن الكتابة الساخرة والحقيقة إنه كلامنا عن الكتابة الساخرة مش هيخلص وخلينا نرجع لمدرسة أخبار اليوم لأن مدرسة أخبار اليوم هي مدرسة خاصة جدا في هذا النوع من الأدب تعلمت إيه؟ إيه اللي أضفته لك المدرسة الكبيرة اللي كان فيها الأسدزة العمليق الكبار اللي ده حكونا ورسمونا أحلى رسومات وكبرنا على صورهم وعلى مقالاتهم أضفت لك إيه وعلمتك إيه المدرسة دي؟ أنا ما قولش حاجة كذب بيه حاجة مهمة جبتا يعني لو خلينا نرجع تاني الإحترام بقى لمنطق السوشيال ميديا اللي كنا بنتكلم عنه أنا في النهاية مسؤول عن قول شيء احترام القارئ وحبازها لو كان حقيقي طبعا طبعا وحبازها لو كان من غير مبلغة ومن غير تعمد إشاعة أشياء مش سريعة من غير مبلغة ومن غير ابتزال ومن غير حاجات كتيرة ومن غير ابتزاز ومن غير حاجات كتيرة جدا صح صح بعتقد أن المؤسسات الصحفية وخليني برضو هنا أكون يعني أكون حزبي جدا لمؤسستي أخبار اليوم خليني أقول أن المؤسسات دي من وظيفتها ومن شأنها إنتاج أشخاص اللي هم الصحفيين والصحفيين المصريين الحقيقة صحفيين مشهود ليهم بالكفاءة ومشهود ليهم بالأخلاق والاحترام الأزمة أنه الناس دلوقتي ما بقيتش تفرق قوي ما بين الصحفي وما بين منتج المحتوى على السوشيال ميديا وده خطأ كبير جدا يبدو أنه نحن محتاجين محتاجين حاجة تتعرف الناس الفرق وتفهمهم الفرق اتعلمت إيه؟ اتعلمت الالتزام بكل حاجة تفرضها علي يفرضها علي ضميري في اللحظة دي في النهاية الصحافة عمل إبداعي جدا جدا يعني والعمل الإبداعي مفيش رقيب فيه عليك غير ضميرك غير مسؤوليتك المهنية صحيح غير فكرة أن أنت تكوني شايفة اللي قاعد يقرأ الجرنان بعد ما يقفل أنت زعلتي أنت فرحتي أنت كذبتي عليه أنت ضللتي أنت ديتي له معلومة حقيقية أنت خلتيه فكر كان إيه تأثيرك عليه يعني؟ بالضبط كده لازم أكون سبتة عنده تأثير أنا بعتقد أن كل دي حاجات وتباقع مش سهل لحد يتعلمها إلا لو كان مارسها فعلا وأعتقد أن مؤسساتنا الصحافية بتقدر تعمل ده لأنه دايما فيه أسادزة زي ما إحنا كنا بنتكلم بنتكلم عن الأستاذ أحمد رجب والأستاذ مصطفى حسين ودي ناس كانت ملتزمة للغاية في شغلها بدليل أن هي قدرت تضحك الناس كل السنين الطويلة دي ما فتكرش أنه كان فيه رئيس حكومة أو وزير أو غير وزي ما كنا بنتفرج على الأستاذ عاد الإمام في التجربة الدنماركية وهو بيقول لأولاده وهو بيتخانق معاهم علشان أحمد رجب يكتب ومصطفى حسين يرسم بكرة وهو كان وزير وحاجات كده الناس دي لو ما كانتش ملتزمة بهذا القدر تجاه القارئ وتجاه اللي هيتبعهم ما فتكرش أنه هما كانوا قدروا ستمروا سنين طوال بالشكلة ثنائي ناجح جداً ما يمتعش نخفله وحضرتك يمكن ذكرته وطبعاً كلنا بنحبهم جداً مصطفى حسين وأحمد ركب طبعاً مع حفظ الألقاب الثنائيات دي ما بتتكررش كتير برضو والثنائيات دي تأثيرها يعني بيبقى دايماً موجود طول الوقت كلمني شوية عن الثنائي ده الثنائي ده يقدر يتكرر أو ما يقدرش يتكرر إحنا دايماً نقدر نتكرر إحنا زي ما قلنا كده أنه في مئة مليون إنسان مصري والمئة مليون ده مهم خفيف ومضحكين بطبعتهم يقدروا يتكرروا بالقطع يقدروا يتكرروا إذا أتيحت لهم الفرصة أنا بشوف أنه الصحافة المصرية دلوقتي أو الصحافة المكتوبة دلوقتي عندها نقص في المحتوى الساخر والهزلي والكاريكاتيري طبعاً عندها بس ده يمكن لأنه الناس بطبعتها كمان دلوقتي مشغولة أكتر في شأن حياتها اليومي إنما الصناقي يقدر يتكرر يقدر يتكرر ويقدر يتكرر أحسن منه كمان يعني بدم جديد بشكل جديد وبفكرة جديدة وبطريقة جديدة وبأشخاص جداد وبكل حاجة كل حاجة نقدر مدام نعملناها مرة يعني لقينا ناس عملتها مرة ونفعت ونجحت يعني نقدر نعملها تاني وتقدر تنفع تاني وتقدر تنجح تاني محتاجين كمان نعتقد أننا محتاجين تسويق كويس للفكرة الساخرة يعني الفكرة السخرة ما بتلاقيش تسويق ليها بسهولة لأنه في حد بيستظرفها وفي حد ما بتقدرش تقصله فهي بتواجه بطبيعتها شوية صعوبات وفي حد بيحسها شخصية جدا وبتيجي عليه فمن غير ما نحس بنظلم الكتابة الساخرة شوية لأنه يبدو أنه إحنا حساسين شوية من طبيعة السخرية أن هي فعل لازع وفعل ناقد بطبيعته وإحنا ما بنستحملش النقد قوي يعني إحنا حتى بقى شخصنا وشخصياتنا العادية جدا المجردة لمسؤول ولا غيره أنا بكلم عن شخصياتنا المجردة إحنا ما بنقدرش نتحمله قوي يمكن يمكن الضغوط اللي تتعرض اللي تتعرض ليها دايما طول الوقت بتخلينا يعني مش قادرين قوي نتقبل فكرة النقد والنحد يتناولني فعلشان كده يمكن بتتظلم شوية الكتابة الساخرة إنما أنا بعتقد إن إحنا عندنا عجز فيها أو نقص فيها في صحفنا المصرية آه طبعا تحصل تاني تجربة الأستاذ مصطفى حسيني والأستاذ أحمر رجب طبعا تحصلوا بمنتهى السهولة لأنه دايما في ناس جديدة وناس شطرة وناس دمها خفيفة فكرتك بتجيبها منين؟ الفكرة بتجيلك إزاي؟ الفكرة بتتجرب قبل ما تكتبها؟ بتستشير حد فيها؟ ولا الفكرة بتبقى ولدت اللحظة وبتجرب وبتطلع على الهوى وتشوفه؟ أنت اللحظة اللي هتقرر يتمسكي فيها قلم علشان تكتبي نص مبدئيا لازم تكون عينك بتشوف حلو يعني الفكرة فين؟ الفكرة موجودة في كل واحد في الشارع وفي كل حدث بيحصل لك من أول ما بتصحي الصبح وهي الفكرة بس أنت هتلقتيه إزاي من اللازينة ده؟ ده عايز كده عين تبص عليه وتلاقيه له أصل وتلاقيه له امتداد وتقدر تعبر عنه الفكرة أنا بعتقد أن الفكرة دايما موجودة في كل حاجة حوالينا وفي كل الأشخاص حوالينا الفكرة موجودة عندنا إحنا شخصيا وهو ده التحدي الأصعب في الكتابة الساخرة يعني لو ما قدرت شلطقت الفكرة هتحول لشخص بيقول نكت وده مش هينفع يعني مش وظيفتي مش وظيفة الكاتب أنه هو يقول نكت لأنه كمان النكتة بتنقضي بعمرها إنما الكتابة الساخرة هي اللي بتستمر في فكرة ممكن تكون طالع موضة مثلا يعني أحيانا أحيانا في فكرة تيجي تبص تلاقي كل الناس بتتدولها كل الناس بتتكلم فيها بلغة العصر أو بلغة السوشل ميديا ترند مثلا مع الاحترام يعني للمقالات احنا مش هنشبه ده بس هل في فكرة ممكن تكون هي الفكرة السائدة دلوقتي فيطر الأستاذ أحمد عباس إنه يكتب عنها لأنه هو ده اللي الناس تتكلم عنه وهو ده اللي الشارع بيتكلم عنه طبعا بس خلينا أقول لك برضو أنه أحيانا لما الترند بيزيد قوي كده يخلق حال التشبع تبقى الناس مش عايزاتي تبقى الناس زيئت خلاص زيئت منه لو ما كنتش أنت بقى هتقدمه بشكل تاني وبطريقة تانية وبتركيبة تانية أرجوك ما تقربلوش لأنه ناس ملت منه صح خلينا نرجع تاني برضو لفكرة الأستاذ أحمد رجب وكان إيه البديع في المقال بتاعه حقيقة أنه أول إنسان كتب تويتر يعني أول إنسان عمل تويتر سطرين ودحك الناس واستمرت التويتر أنا بعتقد أنه أنت مش المفروض تقربي لحاجة بنسميها كده في الصنعة تهلكت واستهلكت كل الناس قالتها وعندنا أربعين مليون حساب في شبك في مصر كلهم قالوا الصبح وعملوا شاير من بعض وجودوا عليها من عندهم وفي الدحكة بالذات ما بتتكررش أصلاها يعني أنت بتدحك كمان أصلك ما بتعملش معلومات جديدة ما بتقدمش معلومة جديدة فأنت هتوصل لمعلومة غيرك ما وصل لهاش أنت في الآخر بتدحك فإن لو ضحكت عليها مرة مش هتحك تاني خلاص خلاص فما تقرب لهاش أعتقد من الحصافة ومن الزكاء أنه الكاتب ما يقربش لحاجة تهلكت خلاص أيه طيب تعالنا نتكلم شوية عن فكرة تحويل الأعمال الأدبية السخرة لأعمال درامية وده تكرر من وجهة نظرك بتشوفه إزاي وشايف إيه أنجح الأعمال اللي تم تحويلها الأعمال درامية قوميديا بقى يعني حقاقة نجاحات كبيرة خليني أقولك أنه تحويل العمل الأدبي العمل مرئي تلفزيون أو سينما أو سلسل أو سينما أو أي أن كان شكل الفن ده فيه إنصاف كبير للكاتب آه أكيد 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 بالفرح الكاتب طبعا لأنه بيشوف نتيجة عمله أي يمكن أحيانا بقى تظلم ولما يتعامل كويس بقى كمان أكيد يبقى إنصاف كبير جدا طبعا يمكن أحيانا يظلم النص شوية إنما هو بينصف الكاتب يعني ممكن المؤدي أو الممثل أو الفنان أو المخرج ما يتشبعش بالفكرة فما يعرفش يعبر عنه أي فده هنا يظلم الكاتب يظلم النص إنما هو دايما بينصف الكاتب وبتبقى من أسعد لحظاته ده أعتقادي نرجع تاني بقى للأعمال الفنية أنا هتكلم عن عملين الحقيقة عمل منهم قديم اللي هو أرض النفاق للأستاذ فؤاد المهندس قولها الحقيقة ده عمل أنا يعني إحنا لو قعدنا نشوفه ونكرره مرات طويلة ما افتكرش إن إحنا هنقدر نلم بيه بكل تفاصيل الشخصية دي في لحظة واحد أنا لازم نتفرج عليه نتفرج عليه تاني وبعدين نقول إيه ده أنت مخدش بالك من كده طب شفت لما أخد حباية كذا إيه اللي حصله فأنت طول الوقت عقلك شغال تكلم تاني عن عمل يعني تم مؤخرا اللي هو تعرض على شاشات الفضائيات بلتو وتعرض على منصات المنصات الإلكترونية الحقيقة وخليني أقولك بس المنصات دي كلها فكرة بلادفون بشكل عاية هي في النهاية خلقت خلقت جو مختلف وإحنا بنتفرج الحالة اللي عملها بلتو مسلسل بلتو بلتو كان في الأول عمل أدبي أنتجته دارتويا عن رواية لكاتب دكتور شاب كاتب خبرته ومهارته واللي حصل له الجميل في بلتو أنه هو المخرج وإستافي الممثلين قدروا يلتقطوا الفكرة ويفهموا بعدها فعلشان كده المصريين حبوها أنا مع إنتاج الأعمال الساخرة وتحويلها الأعمال الفنية بالقطع معاه إنما ده برضو يستاهل مخرج من نوع خاص ويستاهل ممثل من نوع خاص أكيد أكيد طبعا نتكلم شوية عن فكرة قلة الكتاب في النوع ده من الأدب أو في النوع ده من الكتابة اللي بنتكلم عنه ليه؟ إحنا عندنا ناس دماء خفيف كتير جدا إحنا شعب بطبيعتنا دم وخفيف ولا هو الموضوع بيقل بشكل عام أو ما فيش اهتمام به يعني إيه تحليلك لده؟ أعتقد إنه الحكاية ليها كذا كذا بعد بعد منه مسؤول عنه الشخص نفسه منتج المحتوي لأنه بيستاهل بمعنى إيه بيستاهل؟ بمعنى إيه بيستاهل؟ إنه بيشتغلش على الفكرة هي الفكرة بيجيله فبيستظرفها ويبدأ يحطها بشكل بدائي جدا ويقول أنا كده تمام خلصت إنما الحقيقة إحنا زي ما قلنا برضو من الأول إن انت بتلطقت الفكرة وتلاقي لها أصل وتلاقي لها امتداد وتعرف بيها معلومة جديدة وتوري واقع مختلف أعتقد إنه منتج المحتوى الساخر بتفوته حاجات كتير من الخطوات دي ربما لأنه برضو السوشيال ميديا بتصور له إنه هو أظرف واحد في الدنيا وده أول ما الكاتب الساخر هيتخيل إنه هو أظرف واحد في الدنيا خلص بقت مشكلة كبيرة جدا خلص بقت مشكلة كبيرة جدا ومش هيعرف يدحك خلص فقد اللي بيميزه صحيح أنا ده الشق اللي يخص منتج المحتوى نفسه الشق الثاني يخص السوشيال ميديا إنه خلص هو أنتج محتوى وحطه على السوشيال ميديا فخلص هو اعتبر إنه كده نشروه وكله تمام إنما الحقيقة السوشيال ميديا ما بتوسقش عمل يعني البوست اللي أنا حطيته النهاردة حتى لو الفيسبوك هيحتفظ بيه ويوريهوني السنة الجاية لكن في النهاية أنا ما وسقتهوش دي مش أداة توسيق فبيتراجع عن فكرة إنه يروح ينتجه بقى ويدور على ناشر وخاصة لو ما كانش صحفي فبيبقى مطلوب منه يدور على ناشر وناشر يعود يفكر طب هل ده هيكون مجدي معايا اقتصاديا أو لأ في إنتاجه هل أطبع الرواية دي أو لأ أطبع الكتاب ده أو لأ وهنا بتخضعي بقى لأليات السوق أليات عرض وطلب أليات أسعار المواد الخام للورق وغيره فالحكاية بتبقى صعبة شوي يمكن كمان في ناس ما عندهاش طرق واضحة توظف فيها نفسها يعني هو بيعرف في إنتاج محتوى كويس بيلاقي الفكرة كويس وكل الحاجات دي لكن بيجي عند طيب مين يتبنى الحكاية أمشي فين أروح فين ففي ناس كمان فقد البصلة أعتقد أن الحاجات دي كلها محتاجة يعني حلها يتزامن مع بعضه علشان نبدأ نطلع حاجات بالقدر اللي احنا نتمنى وبالقدر اللي احنا في ثقافتنا المصرية شفناها وبقدر الحاجات اللي دحكتنا في وجداننا المصري واللي احنا أحيانا لما نكون قاعدين سكتين نفتكرها ونبتسم علشان نطلع ده تاني أعتقد أن احنا محتاجين نشتغل على كل المسارات مع بعضه أمتى حسيت أن في قدر من الاستثراف أو الاستخفاف في حاجة كتبتها فقررت أنك مش هتكملها أمتى لأنه أنت أكيد بتحس يعني أنا ممكن أقول حاجة أحس أنه آه لا هي دي كان دمها خفيف بس لا ده أنا زودتها شوية يعني في حتة زادت فالموضوع علب من خفة دم الاستثراف صح أقول لك أول ما بتنتجي محتوى سواء كان محتوى كده مرئي أو مسموع أو مقروء آه بتبقي عرضة خلاص للانتقاد وعليك أن أنت تتقبلي جدا والمحتوى سيخرعيبه أنه بيتم انتقاده مش بيتم انتقاده بتشوف يرد فعله في أول لحظة يعني احنا خلاص النهاردة العدد اليوم الاثنين صدر فأنت رايحة لشغل الصبح فأنت بتشوفي وشوش زمالك فأول حاجة أول وش بيقابلك بيبتسم فبتعرفين أنت نجحتي آيو أول ما يا أستاذ بقى بيجاملك أول ما تخس بالمجاملة تحس أنك زودتها توقفي فورا توقفي فورا وما تجاوديش آيو لأنه هو من الذين ده مخفيف أكتر منك آيو فهو ما قدرش يتحك آيو فأول ما تفشلي في أول ما تقدريش تنجحي قوي في أنك تنتجي نص الناس تستحسنه توقفي فورا حصلت كتير طبعا حصلت كتير أكيد بتحصل في كل الشغل نادي طبعا حصلت كتير بتحصل في كل الأماكن طبيعي لأنه في النهاية الكتابة هي إبداع والإبداع أحيانا يعني يلاقي زبونه أحيانا لا أحيانا هو نفسه ما يبقاش إبداع بالقدر الكافي ليرتقي لجذب ثقة الناس وابتسامته ومساعدته مفهوم مفهوم لو كاتب شاب دلوقتي بيشوفنا وهو مشروع كاتب ساخر أو مشروع كاتب عايز يبقى دم وخفيف تنصحه بإيه وتقوله إيه وتقوله يقرأ لمنين ويتعلم إيه ويجرب إيه أنا أنصحه يقرأ مبدئيا في المطلق في المطلق آه يعني لأن إحنا هنحتاج اللغة في الكتابة آي فهو محتاج يكون عنده مفردات جمع آه أنصحه يقرأ يقرأ لمن مش مهم يقرأ في أي موضوع مش مهم آه خفة الدم ما بتتعلمش محدش بيعلمها لنا هي أشيق فطري جدا في المصريين آآ 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 آ� أعتقد أن دي حاجات يعني هي دي لي كونت ثقافتنا وجدانا. عنده طبعا عنده. عنده مراس كبير جدا. عنده مراس كبير جدا من فنانين كبار ومن حالة ثقافية. يعني كانت جمّة وكانت الأفكار فيها طول الوقت حضرة وخفة الدم حضرة. ما فتكرش أنه هو هيغلب أنه يعمل كده. لكن النصيحة الأولى أنه يقرأ. أيه. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة. ولحقيقة أنه أكتر حاجة ميزت الحلقة هي الطبيعية. وأعتقد أن الطبيعية ده جزء إليه تجزأ من خفة الدم. لأن الدمه خفيف لو مش طبيعي عمره ما هيعرف يدحك الناس. عمره ما هيعرف يوصل للناس. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة. وبشكرك على كل المعلومات المهمة اللي اتكلمنا فيها عن الأدب الزخ. شكرا. بكده بنكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة. بشكر طبعا ديفي اللي كان منوارنا النهاردة الكتب الصحفي والأستاذ أحمد عباس. معكم رانيا السيد بشكرا.